نريد أخواننا بارك الله فيكم أننا بحاجة إلى الفقه في الدين وأعطم فقه في الدين هو التوحيد فنتدرج في دراسة الكتب تأتي وتراجع هذا الكتاب ما أخذنا ترجع إلى الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تستمع إلى الأشبطة التي فيها شروحات الشيخ رحمه الله تبدأ وتمشي على هذا تكرر 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 حتى تضبط المسائل بإذن الله تعالى وهذا والله أعلم أنه سهل يسير يعني لا إشكال ولا تعقيد فيه تبحث عن من يعينك على هذا يعينك على العلم هناك أناس والله ما أرادوا أن نتعلم ولا نعلم ولا نعمل أصلا النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن تعلم القرآن وعلم من يرد الله به خيراً يفقه في الدين تحسن الظن في الله وتقول والله أن الله سبحانه وتعالى من نعمه التي لا تعد ولا تحصى اختارني أن أكون طاهنة بعين وعلى طريقة السلف إن شاء الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم منه تسير على هذه الطريقة تحفظ تراجع تضبط تأتي مع أخوانك وتتذاكر أوقات كثيرة تضيع حدد وقت دائماً للعلم لو في اليوم ساعة واحدة يخي ساعي اجعلها لله بعد الفجر بعد المغرب بعد العشاء مثلاً وقت للحفر ووقت للدوص ليس هناك علماء يقول عندك ما شاء الله الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى الأشرط الوسائل اليوم موجودة كثيرة الحمد لله الفتوة لا تقرب منها أبداً ولا تتكلم بكلمة تتعلم تستعين بالله عن عمل تدعو إلى الله في الشيء الذي أنت موقم منه مئة بالمئة تشك واحد بالمئة تسكت ولا تتكلم تفتي لا تفتي لو دخل داخل إلينا وقال أين القبلة هذا يقول لهم الله أعلم أنا لا أختي سبحان الله هذا الواقع والله ليوحي طيب وتجد هذا يكفل ويفسق وبدأ طيب هذه ليست الفتوى قال لا هذه أكثر من الفتوى لطبعاً إذن أخوانا الناس الآن بحاجة إلى دعوة دعوة تعود الناس للتوحيد هل تشق في التوحيد ما يمكن إذن علموا الناس التوحيد أخوانا أما المسائل الطلاق وهذه المسائل نرجع فيها إلى كبار العلماء والحمد لله رب العالمين فلابد أن تكون حياتك لله الشيخ بن عثير بن بازر رحمه الله يقول الحياة في سبيل الله الحياة في سبيل الله أن تبقى حياتك كاملة ستين أو سبعين أو ثمانين سنة لله أصعب وأشق من الموت في سبيل الله قد تدخل مثلاً في الجهاد خمس دقائق والحمد لله مكتبقة في هذه الحياة حافظ على الصلوات المفروض الصيام الزكاة وحج أمر بالمعروف نهع المنكر الإحسان إلى الخلق حسن العشرة زوجين تربية الأولاد وهذا هذا صعب تستعين بالله سبحانه وتعالى تكثر من الاستغفار فقلت استغفروا ربكم إنه كان أرفار يرسل السماء عليكم مدرار ومددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهام يخل كثير من استغفار يفتح الله عليك كل واحد مننا يعلم أن الهجرة واجبة ولا أبد أنه هاجر هذا الكل يعلم هذا البعض يعني يناقش قليل وكذا لكنه في قراءة نفسه يعرف هذا أن الهجرة واجبة على الكل ومضرة الإقامة بين ظهرانين الكفار تهاجر اليوم قال لا غدا لا طيب من الآن اعتبر بقاءك في الدعوة إلى الله ويصح البقاء للدعوة إلى الله بشرط أن تكون داعيا إلى الله والحمد لله أما أن تقول والله أنا باقي في بلاد الكفر وداعية وأنت لا تعمل شيء لا تتعلم ولا تعمل تعمل ولا تدعو ولا تصبر إذن بقاك هنا فيه إثن فمن اليوم نريد أخوانا أن نتغير سبب إقامة هذه الدورات ما تستطيع أنك في دورة كاملة تخرج عالم أو طالب عم ما يمكن هذه مفاتيح نريد أن تسير عليها وتعلم أن هذه الحياة أنت هنا في هذه الحياة خلقت حتى تكون عابد إذا اشتغلت في هذه الحياة بعباد الله سعيد فتعمل قدر المستطع أوقات الحمد لله عندنا يخوانا قد تكون داعية إلى الله بفعلك وأنتو تعرف هذا أكثر مني الإشكال أن البعض في كل يوم يزداد والبعض الآخر في كل يوم ينزل 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 حتى نسى الله في الهاوي فلابد أن تتغير تغير تدعو تصبر تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر إخوانا انشر التوحيد بالله هل يعرض الدين الإسلامي على عاقل ويرده والله ما يرد عاقل إلا متكبر معانق نعم كما حصل من ثلاغ نستطيع أن ندعو على الله بوسائل كثيرة رسائل الجوار رسائل إنترنت بعض المطويات الآن ما شاء الله بكثرة راسل من كانوا معك في الدراسة من يعني هم بقربك من المنازل وكذا في محطات القطار أنت تعرف أنه الغالب أن هؤلاء عندما يركبوا القطار أو الطائر وكذا يريدوا أن يقرر أي شيء تعاون أخواننا مع أخوانكم في أبواب الخير قدر المستطاع كنتم خير أمة أخرجت للناس هذه الأمة أفضل الأمة بماذا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله يقع يعني نصيح عليه لأخواتنا وهو ما ذكرنا من قبل أن أعداء الإسلام أرادوا إفساد المرأة ولبسوا عليها بالحضارة والتقدم وما إلى ذلك ونزع الحجاب وترك الصلوات وفعل المنكرات واجتناب المأمورات فإياكي السمع لهؤلاء من ينادي بالحرية في هذه الأيام هو في الحقيقة ينادي إلى عبودية الشيطان الذي يقول لك أنا حر أفعل ما أريد ما أشاء هذا في الحقيقة عابد للشيطان خلقت حتى تكون عابد لله إذا فررت من هذه العبودية وقعت في عبودية الشيطان فروا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان من قال لك أنك تفعل ما تشاء كذلك خلقت حتى تكون عابد نحن قوم عزنا الله بالإسلام مهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله كل واحد منا لا بد يسأل يوم القيامة ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين سائلك الله يوم القيامة عن المرسلين عليه الصلاة والسلام عن نبينا عليه الصلاة والسلام هل أدى الأمانة نعم نصح الأمة نعم بلق نعم جاهد في الله حق جهاده لا بد أن تقول نعم سائلك الله عن هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هل تعلمت هل عملت هل دعوت لا بد أن تجيب عن هذا السؤال ابن القيم رحمه الله يذكر أن العبد إذا يسر الله سبحانه وتعالى له أبواب الطاعة ولم يقتنمها حال الله سبحانه وتعالى بينه وبين الطاعة وما استطاع أن يقتنمها حياته كاملة إذا فتح الله سبحانه وتعالى لك أبواب الطاعة طلب العلم الكتب اتصال الأشرطة المساجد الدورات الاتصال بالعلماء إذا فتح الله سبحانه وتعالى لك أبواب الطاعة ولم تقتنمها قال حال الله سبحانه وتعالى بينك وبين الطاعة وما تستطيع أن تقتنمها حياتك كاملة لا تستطيع ما الدليل يقول كثير أدلة كثيرة في القرار منها يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يدع لمن للمؤمنين يعني إن كنتم مؤمنين حقا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لمن لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم تستجيب مباشرة استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم ثم جاء التحذير قال واعلموا انتبه أن الله يحول بين المرء وقلبه احذر تنفتح ركب وبطاعة اقتنمه مباشرة إذا لم تقتنمها حال الله بينك وبينها وما تستطع ان تقتنم حاتك كامل ومثل بأمثل ابن القيم الثلاثة الذين خلفوا رضي الله عنهم وغفر لهم تيسر لهؤلاء أسباب الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم تأخر 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 حتى ما استطع الخروج كذلك وقد كانوا يدعون إلى السجود كانوا يدعون إلى السجود ولم يسجد هل يستطيع الآن يسجد ما يستطيع فاخواننا الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم لا تعد ولا تحسن ومنها الآن هذا الذي تراه من أن التعلم سهل يسير جدا وسائل سبحان الله عجيبة جدا فاقتنم يا أخي هذه الوسائل علموا الناس واترك هذه الأمور التي تلهيك عن ذكر الله واتس أب و المهم فقهاء ما شاء الله في هذه المسائل إخوانا لا تدخل إلى القنوات إلى كذا إلا عند الضرورة واعكف يا أخي على كتاب الله قراءة وتدبر وعمل ثم انتقل إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم حب الكتاب حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعاني حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعاني برئنا إلى الله من معشر بهم مرض من سماع الغنى فعشنا على سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام فعشنا على سنة المصطفى وعاشوا على دندنة دندنة نعم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه إخلاص واحذر ولا تعد عيناك عنهم انتبه لا تلتفت تريد وزينة الحياة الدنيا بورش فتن متاع الدنيا زائل ولا تعد عيناك عنهم تريد وزينة الحياة الدنيا ولا تطع أنت تسمع أن بعض الناس تعال أقبل عندنا كذا وعندنا كذا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا لا مجالس علم ولا قرآن ولا سنة ولا وعظ ولا علماء ولا غير ولا تطع من أغفلنا قلبه وعند ذكرنا اتبع هواه كما كان في الفرق الضال لنسأ الله السلام وعافظه ظهر بعض من اعتزل مجالسه للسنة كانوا من معتزل واصل ابن عطاء ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وماذا النتيجة واتبع هواه وكان أمره فرطة ما استفاد شيء من هذه الدنيا ومتى يعرف إذا جاء الموت إذا جاء الموت قال رب ارجعوا لعلي أعمل صالحا فيما تركت سبحان الله تيسرت لك سبب الطاع الآن تنتظر حتى تموت ثم هذا الذي كان عليها المجاهنية يقعدوا بكل صرات يصدون الناس عن الدين عن السنة عن ما كان عليه السعر نعم فأخوانا يعني هذه الأمة تحتاج إلى رجال صدقوا معاهد الله عليه لا تلهيهم لا تلهيهم تجارته ولا بيع فلابد أن نكون رجال يوم من الأيام يوم من الأيام تكونوا أنتم من يشار إليهم بالبنى من يعلم أولادي من أنتم الآن مثلا انظر إلى الأجيال ابن تيمية علم ابن القيم ابن القيم علم كذا محمد بن إبراهيم رحم الله الجميع علم الشيخ بن باز ابن باز علم الشيخ بن عثيمين رحم الله الجميع هاك سلب يسيروا على هذه الطريقة يتعلموا أما لو تنظر في العصر الحاضر ترك للعلم إلا من هداه الله سبحانه وتعالى ترك للعلم ترك لكذا البعض يقول أول مرة في حياتي أسمع باب اللغة وباب كذا قال اسمع لم أسمع شيء إلا فقه الصلاة فقط هذا الذي سمعت وحتى فقه الصلاة سمعت شيء من كبه يا أخي أنت مسلم لابد أن تعرف هذا الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام لا تعرف شيء عن الدين مر معنا في نواقب الإسلام الإعراض عن دين الله بالكلية لا تعلم ولا يعمل وأنت تعلم أن الكفار أرادوا أن نصل إلى هذا المقام تكون مسلم لا تعرف عن الإسلام شيء إلا أن يقول أنه ميم سي لا ميم حتى لا تعرف ما هو الإسلام تسأل من نبي هذه الأمة لا يدري فبالك لو تسأل عن الصلاة أو عن الصيام أو الحج لكن تسأل عن كأس العالم عن كذا عن كذا عن كذا يعرف فأرادوا نصل إلى هذا طيب رمال أخواننا ما نرجع إلى الله ونقول يا رب تبنى إليك يا رب يسل لنا اللهم اهدني وسددني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه والله أعلم وصلى الله عن نبيه محمد وآله وصحبه وسلم